بعيد الأحلام للديكور تعلم واستمتع شاهد لتستمر بالإبداع السلام عليكم الله أعطكم العافية جميعا اليوم رح نشرح إن شاء الله وإحنا مستمتعين عن طريق التركيب الجبصين على الجبسين بورد مثل ما أنتوا شايفين هنا قاعدين بنركب من تحت من الأسفل زوايا على الجبسين بورد عشان نركب عليهم أو نقعد عليهم الجبصين مش شرط تجيب زوايا ممكن تجيب ترك أميجا سي أو إشي موجودة عندك بحيث أن يكون مسكر تسكير كابل الخطوة الثانية بنبلش نقص الجبصين طبعا بإمكانك تقصه يدوي أو على السكيل أنا بفضل أقصه على السكيل لأنا بسكر معي على الصفر طبعا تقعد كامل القطعة من الأسفل عشان تقص معنا مجرد ما كانت قاعدة أمورها ثماني والجهة الثانية طبعا بتحرك السكيل على زاوية 45 ثماني والجهة الثانية وبتقصها بس بتقلب الكورنيشة يعني وهيكا بنبلش نجمع الكورنيشة يعني بإمكانك أنك تجمع كورنيشتين كورنيشتين وتبلش تصب فيهم وتجمع ولكن أنا لا خلص بقص الجبصين كله من A إلى Z تمام؟ بعدين برجع بنزله من فوق لتحت وببدلش أنقعه بالمي طبعا معروف أن الجبصين ما بنفع أنك تيجي تركبه مباشرة هو لازم ينقع بمي بحسن فارجيكو كيف طريقة نقع بالمي طبعا الكورنيش له طريقة حمل لأنه أي خلل بإيدك أنت بتحرك بالجبصين بإمكانه أن ينكسر بكل سهولة فهي النقطة لازم أن نركز فيها طبعا الجبصين هو الجبصين البودرة العادية بكون بتخلله من الداخل ليف شوفوا كيف تسكيرها تبعيت الزاوية 1500% يعني أفضل من القص اليدوي القص اليدوي على الميشارة هو وحلو وإن شاء الله بنطلع لكم فيديو ثاني كيف تقصه على المنشارة منشارة الاستقامة تيجي زي منشارة الخشب هي منشارة يدوية وسعرها رخيصة لما تتعدى الثلاثة إلى الخمسة دولار يعني وهيكا بنكون جامعين آخر قطعة طبعا الجبصين بحاجة سقايل على عكس الجبسين بودرة أو أي شي ثاني ليش لأنه بعض الأحيان لما تيجي تركب فيه بدك حركة تمشي من يمين لشمال لما تمشي على السيفة ماشي مش رح تخدمك مثل علامة الناس خصوصا إذا كان جبصين جدرا هيكا ما عليش ولكن لا طبعا هيكا قاعدين بنفك الجبصين اللي ركبناه بعد ما عيناه 100% وما طلع فيه خلل بنفكه و بننقعه بالمي بإمكانك تجيب برميل حديد أو برميل بلاستيكي وفضل برميل البلاستيك طبعا أنا ما لقيت والله برميل بلاستيك فاضطرت أني أجي برميل حديد برميل الحديد عنده مشكلة أنه بيسوي صدع بالأرض طبعا شوفوا هنا الجبسين بورد نفسه نفسه نحن مراكبين عليه زاوية حديد من فوق إنسا اللي تحت هاي رح نفكها ونرميها ولكن الزاوية هاي الفوق هاي ثابتة أبدي هاي بتقويت جبسين بورد وكأنك قاعد تعمل حديد شرشة في الإنارة المخفية تبعت جبسين بورد تماما فهذا الحديد مهم جدا جدا للكورنيش الطاير اللي هو بكون راكب على الجبسين بورد من فوق يعني ما تروح تركبه بدون ما تكون مراكب زاوية وهيك بننقع الجبسين ليش بننقع الجبسين أخوان بننقع الجبسين لأنه لما أنا بدي أجي أشطب الجبسين وحط عليه جبسين اللي هي البودرة اللي بدي تخلطها بإيدك إذا ما كان لاش بدي يمسك عليه مباشرة وكمان ما رح يركب على الجبسين بورد أو على الجدار الحقيقي بفوق مباشرة ليش؟ لأنه بيشرب المي لداء على الجبسين بيعطيني ضخامة من الخلف ما رح يسكر نهائيا فالأصل لازم يشرب مي حتى يعني ما بدنا نقول أنه يروح منه التفقيع أنه سيسوي بيك بيك تمام؟ هاي حلوة هاي بيك 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 كويس؟ ولكن أنه لازم يشرب مي بشكل حلو بحيث أنك أنت لما تيجي تشطبه وتنظفه ما يضل عليه شوائب تزول هاي شوائب بسرعة ومعروف أنه الجبسين بس ينخلط الجبسين اللي بدي ينخلط هذا الشوال سريع الجفاف من ثلاث إلى أربع دقائق هاي الآن القطع اللي نستخدمها مكاشط فرنسيات ثنتين مكشطة كبيرة ومكشطة صغيرة واحد استانلس واحد إحديد طبعا وهذولا سفنجات سفنج عادي سفنج جري وهذولا مكاشط بلاستيك طبعا فيه شغلة مهمة ما جبناها اللي هي سفنج حف أسود بتلاقوا عند مواد البناء وهي ورق حف مئة وعشرين طبعا هذا ضروري أنك تشتغلوا الخطوة اللي بعديها الآن خطوة مهمة جدا أشياء الليف الليف اللي هو بتركب على الجبسين لكن احنا هنا بنعمله على شكل دواري تمام؟ بنلف وهيك على الإيد تمام؟ وبنعمل كمية المراد تركيبة هسا بتشوفوا ليش هذا الليف هذا الليف عبارة عن قفل ممسك بين الجبسين والجبسين طبعا الآن هاي جبسين البودرة تمام؟ طبعا هذا جفافه حسب النوعية من ثلاثة لأربع دقائق حتى ما فيه ليش خمس دقائق إنه جفاف مية بالمية إلا إذا كنت مخفف مية طبعا هون لأنه إذا كتشتغل الجبسين مع الليف لازم يكون الجبسين رخو مش لازم يكون ثقيل يعني مثل اللبنة إذا اللي بعرف شو يعني لبنة اليوم شوية فبتخلط الجبسين بتشيل منه التكتلات نهائيا طبعا بتكون تخلطك سريع أديك بتكون غاسل هن تمام؟ ليش؟ لأنه من الممكن أديك يكون فيه المروحة هاي المروحة بتسرع تجفيد الجبس طبعا وهيكا بعد ما ننقع الليف به الجبسين بنبلش إيش؟ بالليف نحط الليف وراء الجبسينة اللي هي قطعة الجبسينة وعلى التابلو وعلى الحديد يعني ثلاث مناطق بقطع يعني بيمشي من هون لهون لهون عشان زي إيش بس يجف هذا بس يجف مباشرة بصير عبارة عن يعني قطعة وكأنه حجب فهيكا بيمسكها بلقاها لقي يعني بدل ما إننا حاطين إحنا الزوايا هذو اللي تحت بقى بنحطها هاي مباشرة وبعدين بنبلش نصب الجبسين صب جبسين برضو سائل من الداخل تمام؟ زي هيك طبعا هذا جبسين بدون الليف خلص مجرد ما أنت حطت الليف مباشرة بتبلش تسحب الجبسين هذا بتعبيه بكل المناطق تمام؟ وبتسحبه طبعا هذول النازلات بنرجع من رد ردهم لفوق بحيث إنه يسحل ويسحل من الجبسين للزاوية للتابلو هيكا بصير إيش وكأنهم راكباتوا الكوب على محمول للجبسين برض طبعا هيكا بننظفها بالسفنجة ومكشطة البلاستيك ولازم يكون لطيفين عشان ما نخشط الجبسين تمام؟ وبينبلش ننظف فيه طبعا في المرحلة اللي بعد هيكا اللي هي تشطيب الزوايا والأماكن القص في الجبسين كيف بدك تجيبهن بطريقة أنه تخفي فيهن العيوب بعد ما غسلنا ومسحنا الجبسين بتعرفوا الآن بينبلش نعبي بالفراغات جبسين طبعا لما تعبي يشوفوا الجبسين مبين عليه أنه مشرب مي بشكل كويس تمام؟ وهذا السر اللي صعب حدا يحكي لكم هي أنه والله جبسين طبعا كيف بدك شطقه والله بنشيفه بسريع هيكا ما بنشيفه بسريع لأنك أنت مسقيه مي تمام؟ فهاي نقطة كثير مهم أنكم تعرفوا مكشطة البلاستيك مبدئيا عشان نشكل مكان الرسم اللي إحنا بنرسمه ونرجحها وكأنها قطعه وعلى فكرة لو كان رايح من الكورنيشة خمسة سنتي ستة سنتي بشطرتك بإمكانك ترجع ترسم أو تقطع الحبة بشكل أعلان بتحشتغل بالمكشطة الفرنسية الكبيرة اللي هي الحديد بشوفه هنا فوق فيه زيادات هذول بنزيلهن تمام؟ طبعا المكشطة الفرنسية الزيرة اسمها مكشطة فرنسية إحنا هون بتسمع عنا تمام؟ تمام؟ هيك بنسميها بعرف شو بتسموها عندكو يعني كل واحد في بلد وبالله اكتبوا شو الأسماء اللي بتسموها يعني والآن ورق الحف ورق الحف شايفينه اللي هو ورق حف قياس 120 تمام؟ نفس الإشي بينقع بالمي وبنحف المناطق بحيث أنه ولا يبين فيها خط لما تيجي تدهن الجبصين يختفي الحزوز أو المناطق القطع سواء بالزاوية أو بكل مكان وهيك الزواية نفس الشي بالمكشطة الفرنسية الزيرة بتبلش الدقس طبعا هالفيديو ان شاء الله بعتبره وقف عن روح اختي رجائي اللي توفت التسعة ستة لالفينة اثنين وعشرين الله يرحمها طبعا هي عانت تقريبا سبعة وثلاثين سنة من الالفينة الثمانية أصيبت بالعمى وقبل هي كان عندها مشاكل بالدماغ وإن شاء الله أنه الله عز وجل بتقبلها عنده وبتمنى أنكوا تدعو لها بالرحمة وهذا الفيديو إن شاء الله يعتبر وقف عنها بتمنى أنه هالفيديو عجبه وإن شاء الله أنه تستفيدوا منه ونؤجر إحنا وإنتوا وبنشر كل هالفيديو نظلوا بخير والسلام عليكم إن كانت المسافات تفرقنا فبيت الأحلام للديكور يجمعنا وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد ترجمة نانسي قنقر